مرحبا بكم سعود جي هو ضيفي اليوم رابر إماراتي أهلا وسهلا فيك بسكاين نيوز عربية حياتي الله سعود كتير غريب أني اسمع رابر إماراتي يعني أنا أول ما سمعت فيك وقعدت سمعت الأغاني كان عندي هيك حالة ظهول هل من المعقول نحن هناك راب إماراتي كيف بلشت الفكرة خاصة أنك أنت بتقول بدأت الاحتراف بالألفين وتساطاعش وتشز مدة طويلة الراب موجود في الإمارات من زمان من زمان من زمان في الثمانيكنات كان فيه شباب يغنوا راب بس في الفرجان نحن زي ما نقول في الحارات بعدين في أيام المنتديات الفين وواحد اثنين ثلاثة كان فيه راب يعني إذا أنا مو غلطا الراب الخليجي في منطقة الخليج بدأ من عندنا في الإمارات بعدين طلعوا شباب من السعودية من الكويت من هذا أنا عن نفسي بتكلم عن نفسي أنا بديت أحب الموسيقى واتخذت قرار مياصير رابر في 2009 ومنتديات وأشياء ونفس باقي الناس لكن 2019 هي كانت نقطة التحول بالنسبة لي ممكن استقلت من الوظيفة وقلت أن أكون موسيقى سوف أحترف الموسيقى طيب إجمالاً موسيقى الراب أخذت وقت كثير طويل لحتى تركت بصمتها عالمياً فما بالك في العالم العربي هي حتى الآن الراب تحاول أن تجد لها مكاناً حقيقياً في الساحة الموسيقية أنا معاكي بس في نفس الوقت أعتقد أن مش بعيد أن الراب يصير مينستريم في العالم العربي كامل حالياً هو مينستريم في المغرب مينستريم في مصر وفي كثير من الدول العربية وما أعتقد أن الشي بعيد الشباب في السعودية شغالين في الكويت شغالين في الإمارات إن شاء الله نشوف ناس أكثر نشوف مواهب أكثر بس ما أعتقد أنه شي بعيد هو صعب لكن ما أعتقد أنه بعيد تعتقد صعوبته إلى علاقة بالسماع يعني أنا قلت لك لما كنت عم بسمع أغانيك كنت كثير صعيدة بالموسيقى بس في كثير كلمات ما كنت عم بقدر أفهمها مش لأني ما بفهم خليجي بفهم خليجي بس يمكن الإيقاع السريع لقول الكلمة هو اللي بيخليني ما أقدر أفهم شو عم بيقوله هو في النهاية الناس يم بتتعود على صوت معين خلاص بتبدأ تلحق على الكلام هو الهيب هوب فيه منه بطيء فيه منه سريع فيه منه متوسط على حسب يعني هاي الأشياء نحن نسميها فلوات اللي هو الرذم يعني تقدرين تقولين الأسلوب الغنائي فيعني الناس مع كثرة لغاني هذه راح تتعود وآخر فترة حتى صرنا نشوفوا لأن اللغاني الخليجية أيضا صار فيها نوع من أنواع الهيب هوب من ناحية درامز ولا سواء كان درامز ولا إلقاء ولا ميلوديز فالناس راح تأخذ عليها إن شاء الله بتقول أنك بتفكر أحيانا أنك تدخل موسيقى الراب وترجع تعيد أحياء أغنيات قديمة قلت لي ممكن فكر بأغنيات لأم كلثوم بتخاف لما بدك تشتغل لأغنيات هل أثر كأثر عند المطلقي يعني قبل ما تفكر تشتغل عليها وترجع تقدمها بشكل جديد؟ والله هو إذا نتكلم عن الهيب هوب بشكل عام يعني أغلب أغاني الهيب هوب تعتمد على سامبلز ومعنى السامبل أنه مثلاً في أغنية لمغني موجودة أردي سواء جديدة قديمة مقطع من هالأغنية يتخب ويتحول لبيت للحل أوكي موسيقى مع إقاع يعني في عندنا في الإمارات يعني أقوى واحد فهذا الشيء أشوفه اسمه خليفة سانتو خليفة من أحد أفضل البرديوسر خليفة برديوسر إماراتي يخلط العجب والعجايب ويخلط أم كالثوم مع ترافوس سكوت على لحن ميحد حمد جداً عادي عنده هذا الشيء كيف بيطلع بالأخير بس؟ بيطلع خطير خليفة سامبلز المشكلة أنك يوم تاخد سامبل يعني تقدر يتقولي أنها عيب عليك تاخد سامبل وما تعطيه قيمته بتضبط مشانيك أنا قلت لك بتخاف لأنه مسؤولية أكيد مشؤولية أنت تاخد مثلاً تاخد سامبل لي أم كالثوم وتسمع عليه أغنية مو حلوة ومو بقدر أم كالثوم أبوك أول واحد بحاسنة فيعني هي مشؤولية كبيرة قدرت توصل لك يبار السن أنت قلت لي أن والدك بيسمع أغانيك وعنده أغاني مفضلة عن أغنيات أخرى برأيك كيف يستطيع الرافر العربي إنه فعلاً يوصل لهذا العمر يعني لناس فوق الأربعين خلينا نقول فوق الخمسين يعني هلنا متعودين يسمعوا كلاسيكيات الأغاني وظلينا غرآنين فيها إذا أنا بدي ضم حالي لا يدعو والله هو مو سهل الشيء لأن في النهاية الصوت اللي قاعدين نقدمه هو شبابي أكثر من ما هو للناس اللي نقدر نقول كبار في السن ولا من الجيل اللي قبلنا لكن موضوع الخلط أنك تخلط مثلاً أغنيتك أو اللقاء اللي أنت راح تسويه مع أغنية من أغاني سواء ميحد حمد ولا عبد المجيد عبدالله هذا شيء كثير جميل ممكن أنه مثلاً عم واحد يسمع يقول أنا عارف هذه الأغنية بس طريقتها غير يصير فيه قبول للشيء هو مو بسهل في نهاية اليوم مو بسهل الموضوع لكن نحاول يعني أن نوصل لجميع الناس وأنا أشوف أن أنا كسعود هدفي اليوم مو اللي بعمري ولا اللي أكبر مني هدفي اليوم الأصغر لأن هذا الجيل القادم هذا الجيل اللي لازم يسمع جيد موزيك لازم يسمع موزيقة تماماً هذا اللي راح يكبر بكرة راح تخرج هو اللي راح يشغل أغانيك هذا يعني اليوم اللي في عمري هذا بكرة راح يكون في عمري أنا فأحس أن هاي الطبقة جداً مهمة اللي هم الـ 14-15 هاي الفئة العمرية جداً مهمة لفتلي نظري لما قلتلي قلتلي أنا ما كنت قادر بوقت من الأوقات أني أعمل موسيقى حلوة فاكتشفت أنا كنت عم بسمع موسيقى غير جيدة وبالتالي رجعت للأغاني الأديمة وحكيت لي عم مطربينك المفضلين يلي هن فعلاً على الأغلب هن كلاسيكيين إذا من نحكي من العرب لحتى تقدر تصنع موسيقى جيدة إذا أنت ما بالضرورة تكون تسمع رابرز بالضرورة فقط أو هيب هاب سينجرز يعني لحتى تقدر تعمل موسيقى خاصة فيك حلوة أنا عن نفسي أسمع أي شيء يعجب أذنك حلو؟ أي شيء هندي، عربي، ماليزي، إنجليزي، كله ما بتوقفك اللغة؟ لا، لأن الموسيقى موسيقى إذا كانت حلوة فهي حلوة من هندي، أنا أسمع أغاني فرنسية كثير، ما أفهم شيء بس مود يعني على الصبح جبن وكوفي وأغاني فرنسية مود فهمت علي؟ يعني مفاهم شيء يمكن اللي قاعد يسمني مفاهم بس يعني في النهاية الموسيقى موسيقى إذا كانت حلوة فهي حلوة بأي لغة كانت هذا يعني أنا أشوف أن هذا اللي هذا هو اللي يميز الموسيقى عن أي شيء ثاني أنه يعتمد على الإحساس أكثر مما أنك أنت تفهم شو اللي قاعد يصير لأنك إذا سمعت كورت حزين راح تحزن وإذا سمعت كورت سعيد راح تفرح تعتقد أن الموسيقى خلقت للمتعة الرسائل ليست ضرورية إلا إذا سأبت يعني أو صدفت أنك تحط أنت بتشوف أنه الموسيقى يجب أن تكون فقط لتفرح الجمهور ما عليش خليني بس إلك شغلة ألا تعتقد أنه الموسيقى أصلاً عبر الزمن حملت أكثر مما يجب أن تحمل يعني الموسيقى فعلاً هي خلقت للمتعة والرسائل يجب أن تكون في مؤسسات خاصة أنا مو ضد أن الأغاني يكون فيها رسال فيها أغاني كثير حلوة فيها رسال خاصة مثلاً فيه مغني أمريكي رابر اسمه للبيبي لما صار الموضوع في أمريكا نزل أغنية يسمها The Bigger Picture من أحد أجمل الأغاني اللي أنا سمعتها فيها رسالة وما ننسى تو باك والناس اللي قبر اللي يتكلمت على الناس وفي عالمنا العربي أيضاً فيه كثير رابرز قاعدين يتكلمون عن رسال لكن في نفس الوقت يعني لا تحط عليّ العبء تبع لازم تسوي رسالة إذا ما في رسالة غنيتك مو حلوة لا، إنترتيمنت أنا اليوم أبقى أحط رسالة بكرة أنا زعلانة بغني حزن اليوم أنا مبسوط يعقني أنا سوي شيء فنكي شيء مفرح شيء بس عشان يمشي عشان ترقص عليه عادي تتعرف لما بسمع أنه في راب خليجي ويشوفكم من كون لابسين جينزات يعني مثلا ممكن في واحدة من أغنيك لابسين فيها كندورا اللبس الهي على فكرة كان مغضوم يعني حسيت لأول مرة أنه في شيء غريب أنا عم تشوفه بس كمان كان ممتع كنت قاصد أنه تقدموا حالكم بإزاي الإماراتي الشعبي يعني أو التقليدي هو نحنا قابل أصلاً نحنا ما كنا متقبلين الفكرة ما هي التي تلبس كندورا وتغير نحن ضعب أشفي ما يأتي هذا الأثنين ما بعض ما يأتي فبعد ذلك لما في أغاني أما سويناها قلنا ليش؟ مو هذا نحن نحن الناس اللي تلبس كندورا نحن اللي سوينا هذه الأغاني فليش ما نلبسها؟ لأن صرت أؤمن في شيء أنا في فترة من الفترات كنت أبغي أروح برا قلت مكاني موهم مو قاعد يمشي السوق شو أسوي؟ قلت بروح برا بعدين فكرت قلت برا عندهم هم عندهم اللي يكفيهم من الأجنبي وليش أنا الأجنبي اللي جاي هم راح يسووا لي موضوع فما في مكان يرفعك غير مكانك يعني بالإنجليزي نقولها أنه قلت برا في مكانك لك لذلك تذهب إلى الإنترناشنال وأنت رحت الإنترناشنال يعني أنت فجأً طلقت عالمياً لأنه أنت عايش بدولة حقيقة العالم أقرب إليك من أي متان آخر بالضبط هو شيء حلو صعب في نفس الوقت أنه عندنا في الإمارات فيه كثير جنسيات مختلفة وطبقات من الناس وأنواع وذواق الشيء الصعب عليه أنا كارتس لأنه أنا مو قاعد أضرب شريحة وحدة فيصير أن موضوع انتشارك عند الناس أسهل وأصعب أصعب لأنك مو قاعد تروح على شريحة وحدة أسهل لأنك قاعد تروح عند أكثر من شريحة في نفس الوقت أي تعتمد على الماركتينج في نهاية اليوم يعني ومدى قبول الناس للأغنية اللي طالعة أو للأشياء اللي طالعة يؤخذ على مغنية الراب أو يؤخذ على مغنية الهيب هوب العربي أنه هنه منهم جديين كثير يؤخذ عليهم أنه هنه دائما في حالة تجريب أكثر من الأحتراف شو بتقول أنت؟ هي كل رافر وعقليته كل رافر وشو اللي يبغي من الشي يعني أنا عن نفسي يوم تسألني سعود أنت ليش اليوم قاعد ليش تبا تكون رافر أنا واحد أحب الشي اثنين أبوه فلوس من الآخر أبوه أترزق من هذا الشي لأنني أنا شاطر فيه لأنني أنا أعمل فيه أنا أتعب أنا أسهر هنا بالأيام بثلاث أربع أيام أسهر عشان أخلص في البروجيكت فأبعه فلوس بتقول لي بتسوي شيء ببلاش؟ ما بأسوي شيء ببلاش لأن أنا أتعب لأن المعدات اللي أشتريها بثلاثين واربعين ألف وتكلف من وين تجيبها؟ في ناس ما يهمهم ما يبغى فلوس يبغى بس يقول اللي عنده يقول اللي فراسف أمني شاهد تعب من كل الصور تعب من اللحظة تعب دموت عليك تعب من قلبي اللي ما تعب تعيش تعب لأنك عايش فيني تعب من القناع مقتنى قربك يكفيني فيني في هذا الوقت أي شخص صار قادر أنه يصنع أغنية؟ خاصة بعصر السوشال ميديا واليوم صارت الموسيقى أغلبة الكترونية فأنت بالتالي عملية صنع الأغنية صارت كتير سهلة كيف بنعرف الصح من الله؟ خاصة أنه هناك أغنيات لم تكلف أي شيء وهي سطحية جدا حتى موسيقيا هي رديئة لكنها تحظى بأعلى نسب المشاهدة والمتابعة أي مجال فني ما في صح أو لا في أنا يعجبني أنت ما يعجبك أذواق أذواق في أغاني ضربة بالمئة مليون والمئتين مليون أنا كسعود ما أقدر أتحمل أسمع الأغنية ولكنها عاجبة شريحة كبيرة من الناس ورايحة فيرل فهي في النهاية أنا يعجبني أنت ما يعجبك أنت يعجبك أنا ما يعجبني صح أو لا ما في غريب كنت متخيلتك تكون طول الوقت عم تحكي هيك مثل ما أنا ألتقيت بكتين أنه يو وكذا كثير عادي أنت يعني لا هو دائما أخذ هذا الستيريوتايب يعني فيه كثير مقابلات حتى لما دخلت أتذكر أحد المقابلات بدون ذكر أسمعها دخلت المريحة قالت لي يو 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 وهذا أوه ما قاعد قاعدت لي أنا سعود براين أتكلم عادي هاي الطريقة ممكن بين الشباب لما نكون في الستيديو لما نكون في بس أنا طبيعي حتى مع الشباب كذلك لاحظت ما في عندك هاي أنا مو جاي من بروكليم طيب أوكي فأنا نزلت هذه الأغنية ما في هذه الأشياء البيئة اللي تتربى فيها لأصحاب اللي تكبر معهم يعني في النهاية هذا مو من عندنا ممكن في الفيديو ميوزيك فيديو الميوزيك فيديو لازم يشبه الأغنية اللي قاعدت تتصور عليها وممكن ألبس تشينز في ميوزيك فيديو هذا ممكن طبع أنا لابس تشينز ومسي 24 ساعة خانة بنفسي ليش؟ كصانع لهذه الموسيقى أنت قلت لي أنك بتركيب تقدر تعمل كونسبس يعني بتجيب عالم وكذا هل تهتم بأصوات المغنين أو المؤدين؟ ماذا يريد لفتك بهذا العالم؟ واحد الصوت مو مهم اثنين الباشن مهم ثلاث الصوت مهم إذا كان فيه هوك غير تذي أن الشخص يكون عنده علاقة الخلفية بسيطة ليس واحد من الزيرو جاء أنه يلا يجعلني راق لا يعمل كذلك طب ما في كثير نجوم بالفترة الأخيرة الممثلين دخلوا إلى عالم الغناء وتحديدا إلى ذات ميوزيك وبلشوا يقدموا أغاني وعم يعملوا حفلات كبيرة ما بدي أذكر اسماء يعني فيه عادي قاعد يسألوا شي صح أو لا؟ ما بعرف قاعد يطلع حلو في منهم قاعد يطلع حلو في منهم قاعد يطلع مو حلو اللي قاعد يطلع حلو هذا في يعني أنا بعطيك مثال يعني أحد أصدقائي طارق الحربي معروف ممثل ممثل طارق يسأل كل شي طارق يمكن من أفضل الرافرز اللي أنا أعرفتهم في حياتي وطارق يغني وعنده أغاني الناس تفكر أنه لا هو يغني يعني فيه أحد يضبط له لا طبع كيف دك تودع الناس اللي اليوم تعرفوا عليك عن طريق البرنامجي؟ كان معاكم سعود إبراهيم الكلام اللي قلته فيه خربطة فيه صح فيه غلط خذ الزين وخلي الشين يمكن أنا أكون صح يمكن ما أكون صح يعطيكم العافية والقادة مجمل إن شاء الله